بقى البيتة امر اشتغلت في المجلس المحلي اه ونفسها قوي تترشح وتبقى عضوة فيه دي عندها شوية مشاريع عشان الامية وجواز البنات بدري على فكرة البيتة امر دي ممكن تبقى عضوة في مجلس الشعب او وزيرة كمان عضوة ايه وزيرت ايه انتهب الياه ده نجم هتستحمل انت مراتك تبقى بتشتغل وتطلع في التليفزيون وتهملك وتهمل بتها بعدين تعالى هنا تعالى امية ايه وجواز ايه ملاقي بالحاجات دي الله ملاقي ازاي بس يا رايز دي مشاكل موجوده فالحارة واعايزها لأحل بس اه الي شغلني دلوقتي موضوع ان اتهمل في البيت ده وده ممكن يحصل ام ممكن طبعا يعني ممكن تقول لي بقى لما عنداش وقت تعمل محشي مثلا اه الا المحشي طب اعمل ايه قعدة في البيت ولا اعمل ايه ايه قول لي خليها خليها تشتغل خليها اشتغل ايه بان انت سخنتيني خلاص خليها تشتغل هتنفعنا برضو بس تشتغل تحت نظرة كده عشان ايه ما تنفلتش منها ابشيروا يا جماعة ابشير يا امر وابشير يا مدنيا انا اشتغلت في المجلس المحلي ايه ازاي يعني كده بين يوم وليلة طبعا المخزان جالله يكريمه توسطلي وحشتغل في تنفيذ المشروعات اللي بيعملها المجلس في الحرة هنا وانت تعرف ايه انت عن التنفيذ لو انا يعني حنفذ بايدي انا حجيب ناس تنفذ وانا حبقى مشرف بس عليهم يعني عارف يا نجم لما ان شاء الله كده تعمل كارثة وتتسجن فيها انا حرتاح على الاقل حبقى متطمنة انك في السجن وتحتعين الحكومة كده يا مدنيا طب ايه راكبا ان اول مشروع هنعمله هو التجديد ورصف شارع الحارة ومن ضمنها طبعا ترميم بيته مدنيا ترميم؟ ترميم ليه؟ هو ماله البيت اصلا ما انا شغيل بالواسطة فبالواسطة برضو قدرت اطلع بيتنا ضمن خطة التجديد وهو برضو اثر يا امر اه انا حاسة ان نصوش ينمل ومش قادرة حرج دراعي ولا رجلي دي اعراض الفرحة يا بيت اكمنك يعني ما بتفرحيش خالص فجلدك بيشاء لما بتتحكي اتحكي اتحكي يا بيت اتحكي هنا كده نحط التمثال الجديد يا ريس هنا كده الجامع الخريطة دي مقلوبة كده ما انا حيعرف بس مختبرك محط التمثال هنا بيقولك يا ريس في ميزانية لبناء فصول جديدة في المدرسة انا شايف ان معمل الكيميا وقودة المزيكة يتقسموا فصول جديدة واللي يفضل حلال عليك وعلي وعلي انا كمان بس هو المعمل وقودة الموسيقى محدش بيستخدمهم ليه المعمل حيجرق الاولاد يعملوا تجارب تضر بالبيئة او بالامر الاحسن الكيميا دي تبقى نظري بس اما بقى قودة المزيكة دي بقى يا ولنا يا سواد ليلنا من نه مزيكة ليه هنطلع عوالم من المدرسة ومزيكتية صد والله عندك حق ميزانية تجديد الجامعي الاسري بقول نستغلها لتجديد الحارة وتجملها القهوة دي مثلا يلزمها جنينة قدامها وتمثال الريس مخزنجي كده يفكر الحارة بافضاله بعد يزنك يا ريس حبيبك انا يعني بيتهم مدونيا بس عايزين نديله وش بقات حلوة كده خلاص استبينا قرينا بقى ست عفاف طلعت لنا تصريح تعليد كم عمارة هنا انت يا نجم انت اللي اسمك نجم خير خير يا مدونيا فيه ايه هو انت هيجي من ورق خير العمارات اللي عمالة تعلي دي ازاي اخد التصريح خد التصريح وكل حاجة مظبوطة وزي الفل الريس مخزنجي عنده وسطة وطلع ورقها اه ورق مضروب عشان كده بتشغله بالليل وده ايه ده كمان في ايه يا عود المواسير ضربت يا ستهم مدونيا يلا كترخرها بقالها سنين شغالة امر كانت بتقول ان فيه ميزانية لتغيير المواسير يا نجم صح اه 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 لا انا مال انا طيب انا مش فاهم انا مال هو ايه اللي مالك هو مش انت اللي بتنفذ المشاريع دي في الحارة ايوا يا مدونيا بس ما ينفعش اصري في الميزانية كلها في تصليح مواسير وكهرباء وحاجات مش ظهرة انا قلت اجدد الحارة وندهنها عشان عشان ايه وانت مالك انت بالكلام ده الله انت تنفذه بس بتجود ليه من عندك ومن عندك ليه ده دي عمير المخزنجي تسلاموا يا رجالة شوف شوف المكتبة ده يتعظيمها ازاي ايه ده يا نجم انت مش سبتي المكتبة واشتغلتي في المجلس سيبينا اشوف شغلي بقى ما انا هنا علشان شغالة في المجلس هي دي الميزانية اللي كانت مخصصة لترميم سقف صالة المطالعة وانت شايف حد بيطالع ولا بينازل المكتبة دي كده كئيبة وما فيهاش حس جمالي التمثال ده بقى حيخلي المكتبة شبه مكتبات بره انت ما عندكش اولويات خالص كده يعني المكتبة تقع على الناس وهما بيتفرجوا على جمال تمثال المخزنجي يا ست يا وفيه ناس اصلا سيبينا اشوف شغلي بقى لو سمحت باتعطلنيش ماشي يا نجم وفيه ايه يا رئيس لا 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 ما فيهاش اصلا الباية طبعت عقارابة عملت عفلة المهم عايزين ننجس ها زي ننجس تجديد القهوة والبيت قبل ما النهار يطلع ها عندك حق ونرسف الرصيف كمان بالمرة في الهدوة كده والحلاوة كاست تعفاف عايز تضم بقى الحتة اللي قدام القهوة وحط فيها كراسي واعمل جنينة اطلال تبقى يا كافي شقق يعني كده ها وما له يا سكر نعملها لك يعني هم اهل الحارة كانوا بيعملوا بالشارعة ايه الحقيين يا سيدة الحقيين يا عمر مالك فيه ايه المكتبة سقفها واقع والناس مالية للمستشفيات هي وصلت لعمار الناس كمان طول ما فيه زي ابن خالتك والمخزنجي في المحليات يبقى ما فيهش فلوس حتتحط في مكانها ولا شغل حيتم بما يرضي الله وطول ما فيه مرتاشين زي ما دم عفاف هتطلعوا تصريح لأي حاجة من غير حساب شفتي منظر الحارة بعمل ازاي ده سرع السد خالص والاسم تجميل ايه ده ايه السود ده يا ساتر يا رب الحاوني يا خال الحاوني العماير بطاعة على الله عملت ايه انت دلوقتي كبسة يا بون مكان عاد كبسة يا دكتورة يا دكتورة اعر ده بون الطبي يا جاهل الحق علي اشرب بعمل قهوة الطبي بتاعتك ما هي عمايلك هي اللي خلت الاسعاف مش عارفة تدخل الحارة انت ولا همك الحارة ولا همك الناس ولا عندك ريحة الانتماء طب ما فكرتش في نفسك اهي تربقت على دماغك اه اه بقولك يا شوقش بلاش تجبس دماغي بقول الله يكربك اعندكش الشاي بلبن طبي لو عندك شطع يبقى احسن يا شوقش ابن بنته مدنيا ما عندهش زمة ولا ضمير ولا انتماء كده يا نجم كده تضيع الحارة كلها انا كنت بجملها بس والله اه وكتنيتي يعني اكمل تصليح فيها بس الظروف فقا ما تديش فرصة الظروف ولا الطمع اللي مدكش فرصة يا نجم اي مليم خدته مش حقك لازم تديه تعويض لأي حد تضرر من الحارة يا نجم في حاجة اسمها اولويات والمحليات بيبقى عندها خطة وميزانية لكن المشكلة دايما بتيجي من ناس اللي زمتها واسعة وفاسدة وانت ضميرك فين اللي تعرف انه فاسد بلغ عنه فورا حتى لو كان مين يلا ونطلع الفلوس اللي كسبتها من الفساد عشان نصلح بيها اللي نقدر عليه حاضر حاضر يا مدني وانت يا مخزنجي ومدام عفاف وكل أهل الحارة اللي شاركوا في المهزلة دي انتوا حتصلحوا الحارة على حسابكو حاضر حاضر بس بس نسيب التمثال مكانه ده شكله مبهجاوي ما ايه نخليه وماله حاضر ما نخليهوش ليه عشان يبقى عبرة لمن يعتبر ناخد الولاد الصغيرين ونفرجهم عليه ونقولهم لو ما شربتوش اللبن هتبقوا زي عم البلطاجي ده منك الله يا مدنيا هتمسخرين على آخر الزمن انتوا اللي بتمسخروا نفسكو امشوا يلا قووا من هنا يلا طيب خلاص هلا غلا ملاش العصايا شوف تلت ضرم جاتل ملاش حقك علي ها 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 ها